نتائج الجولة الأولية التي لم تحسم انتخاب رئيس مجلس النواب اذ طرت قادة الكتل المتنافسة على هذا المنصب إلى تكثيف اجتماعاتها للتوصل إلى مرشح تسوية مقبول لدى جميع المكونات النيابية بعد تقديم بعض النواب دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن ببعض الأسماء المرشحة اجتماعات قد تفضي إلى تقديم أسماء جديدة غير جدلية تتنافس على رئاسة برلمان العراق قيادة قدم تقول ذهبنا للخروج بمرشح تسوية للجلسة المقبلة وذلك حتى للحد من خطورة التشضي والانقسام الذي حصل داخل برلمان وأيضا لتنظيم أوراق البيت السني باعتبار أن التقدم تحاول أن تأخذ الاستحقاق باعتبارها أنها الكتلة الأكبر في التمثيل ولم ينتظر الإطار التنسيقي مخرجات اجتماع الكتل المتنافسة على منصب رئاسة البرلمان فقد عقد قادته لقاءات جانبية تمهيدا لاجتماع موسع يضم قيادات أكبر المكونات النيابية خلال الساعات المقبلة لتوحيد مواقف الإطار حيال الأسماء الجديدة المرشحة لمنصب رئيس البرلمان سيكون متوافقا مع الوضع السني ومع وضع مجلس النواب مع المرحلة القادمة التي تتطلب أن يكون هناك تشريعات ومنها قانون النفط والغاز قانون الحجد الشعبي الموقف من الوجود الأجنبي في العراق وهكذا هناك أمور تم بحثها والتوافق على أساسها وإذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان فإن التسريبات تشير إلى ترشيح وزير سابق ونائب حالي في البرلمان فيما تذهب أخرى إلى تقديم أحد قادة الكتل المتنافس على هذا المنصب كمرشح وحيد لما له من مقبولية لدى باقي الشركاء السياسيين أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد